فأهم أعراض هذا المرض ظهور طفوح جلدية في فم الطائر وتكون في المراحل الأولى على شكل نقاط صغيرة لونها بين الأصفر والأبيض وممكن أن تتكون هذه الطفوح في الحلق كذلك السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام مرحبا في قناتكم هذا المرض الذي سنتحدث فيه في هذا الموضوع هو التريكموناس كما رأيتم في العنوان التريكموناس أو كما يسمى بالكنكر هذا المرض صعب جدا وخطير إذا لم يعالج في بداية ظهور الأعراض فإذا تأخرنا عدة أيام فالمرض يؤدي إلى موت الطائر حتما فنبدأ بالتعريف ونمر إلى الأعراض الوقاية ثم العلاج وأيضا كيف تتم العدوى بين الطيور التريكموناس هي طفيليات وحيدة الخلية تعيش وتتكاثر في الأماكن الرطبة أي الأماكن الرطبة هي من تساعدها على الانتشار وعلى التكاثر تنتقل عبر عدة وسائل من أهمها لعاب الطائر المصاب هي قاتلة إن لم يتم علاجها في البداية أي في بداية ظهور الأعراض هذا المرض أو الطفيل هو معروف جدا في طيور الحمام وأيضا في الببغاوات البادجي والببغاوات جميعها أيضا يصيب أيضا الكناري والحسون والطيور الشرسرية الأخرى عند التحدث عن أعراض هذا المرض مرض تريكموناس يجب الذكر هذا أن هذا المرض يستوطن في أربع أماكن في الطائر الفم، الحلق، المريء، والحويصلة وفي بعض الأحيان يصل إلى الأمعاء وإلى المعدة، معدة الطائر الكيميائية فأهم أعراض هذا المرض ظهور طفوح جلدية في فم الطائر وتكون في المراحل الأولى على شكل نقاط صغيرة لونها بين الأصفر والأبيض وممكن أن تتكون هذه الطفوح في الحلق كذلك حدوث نتوآت وانتفاخات خارجية عند العين وحول العين وفي العين نفسها وفي أماكن خارجية في جوانب المنقار وحول المنقار في المراحل المتقدمة تنتشر هذه النقاط والحبوب إن صح التعبير التي تكون في الحويصلة خاصة تصيب الحويصلة والمريء إلى أجزاء من معدة الطائر ثم تتطور لتصبح أكبر مسببة ضيقا في التنفس وصعوبة في بلع الأكل والقيء أيضا من أعراضها سيلان الأنف عند تفاقم المرض مع ظهور إفرازات بالفم على شكل سائل لزج نوعا ما ومع صعوبة التنفس تسمع خرخشة عند إدخال وإخراج الهواء أي عند التنفس يحدث أيضا في بعض الحالات يحدث إسهال والبراز يكون أخضر وبه بذور غير مهضومة في بعض الأحيان لا تلاحظ لكن إذا وضعنا أجلكم الله البراز في بعض القليل من الماء فيتحلل لتظهر تلك البذور غير المهضومة جيدا يعتبر تشخيص هذا المرض صعب نوعا ما لأن أعراضه تشبه أعراض أمراض أخرى مثل الكنديدا، الكابيلاريا، الجدري ونقص فيطامين ألف لكن مع التدقيق ومعاينة الطائر جيدا والتشخيص الجيد أو عرض الطائر المريض على بيطري متمكن للفحص يتم مسح القناة الداخلية والمعيدة يتم الكشف الصحيح عن المرض المسبب لهذه الحالة وبالتالي المعالجة الصحيحة بالدواء وتفادي موت ونفوق الطيور من الأعراض الأخيرة والمتقدمة هي التسييف أي خسارة الوزن والخمول لا يستطيع يفقد الطائر الشهية ويتسيف أي يضعف جسمه كثيرا وينام كثيرا ولا يستطيع الأكل وبالتالي يقضي عليه المرض والموت يكون إما بالجوع لأنه لا يستطيع بلع الطعام والاختناق بين سداد القناة الهوائية ولا يستطيع الطائر التنفس يتم انتقال هذا المرض من طائر مصاب إلى الطيور الغير مصابة وتتم العدوى بينهم عند حمل الطائر وإصابته بالمرض ينقله لغيره من الطيور عن طريق أو من خلال الشجار أيضا باستخدام المنقار فيلتسق اللعاب الطائر المصاب بالطائر السليم فهكذا يصاب الثاني بالمرض وتتم العدوى أيضا إطعام الزوجين لبعضهما البعض إطعام الأبوين للفراخ فتصاب الفراخ وتصاب قبل الخروج من العش أو بعد الخروج من العش الماء والطعام الملوثين بالطفيليات هو مسبب لانتقال العدوى أيضا عن طريق البراز إذا أكل الطائر منه أي الفراخ كما نعلم تأكل وتحول تعلم والأكل من كل شيء حتى البراز ممكن أن تأكله فهكذا تصاب بالمرض أيضا إذا اختلط البراز مع الطعام أو مياه الشرب وأكلت منه الطيور سنتحدث عن الوقاية من هذا المرض ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاجات الفعالة ضده فهذا المرض هو حساس جدا للجفاف إذن فإن علينا التقليل من رطوبة مكان تواجد الطيور وتخفيضها عبر تهوية الغرفة وتجفيف أماكن تواجد المياه على أرضية الغرفة إن وجدت أو أرضية الأقفاص هناك أجهزة مثل هذا الذي ترون في الصورة هو لمعرفة نسبة الرطوبة في مكان تواجد الطيور فهذا الجهاز مهم جدا لمعرفة الحرارة نسبة الحرارة ونسبة الرطوبة في غرفة الطيور أو في مكان الطيور النظافة هي مهمة جدا للتخلص وعدم انتشار المرض وتكاثره فالتعفونات والأوساخ المتراكمة في الأقفاص أو المساقي تزيد من انتشار وظهور المرض بسرعة الفحم أيضا جيد جدا لتخفيض الرطوبة فهو يعمل على تخفيض الرطوبة وامتصاصها في غرفة الطيور فممكن أن نضع بعض القطع من الفحم في جوانب عند الأقفاص أو في زوايا الغرفة غرفة الطيور فهكذا تنقص الرطوبة تعقيم المساقي والمأكليات من حين لآخر بالمواد المنظفة هو مهم للقضاء على المرض والوقاية منه ممكن اعطاء دواء للوقاية للأزواج قبل الانتاج بأسبوعين لتفادي ظهور هذا المرض في الفراخ تجدر الإشارة إلى أن هذا المرض ممكن أن يسبب أيضا مرض الكبد وتجدر الإشارة أيضا أنه ممكن أن تحدث مقاومة من هذه الطفيليات ضد دواء معين من الأدوية التي سنذكرها وتكون مقاومة هذه الطفيليات لدواء معين كما قلت ولا يجدي نفعا معها لذلك يجب علينا تغيير الدواء ووضع تقديم منتج آخر للقضاء على هذا الطفيل أو هذا المرض بسرعة ممكنة أول شيء عند ملاحظة واكتشاف هذا الطفيل أو هذا المرض قد أصاب أحد الطيور أو مجموعة من الطيور في غرفتنا أو في تربيتنا للطيور أهم شيء نبدأ به هو عزل الطائر المريض لينجح العلاج ويتم السيطرة على هذا المرض العزل يكون في قفص نضع الطائر في قفص لوحده بعيدا عن باقي الطيور مع الحرص على النظافة الجيدة وجفاف مكان التربية لأن تريكوموناز كما قلنا جد حسسة للنظافة والجفاف فأهم الأدوية المعالجة بشكل فعال الدواء البشري المعروف جدا وهو فلاجيل أيضا الدواء المسمى فلازول وكلهما يعني تقريبا هما النوع واحد وكلهما لهما تركيبة واحدة وهي مترونيدازول الدواء يقدمان بنفس الجرعة نقدم ثلاث قطرات إلى أربع قطرات في نصف المشربية الصغيرة سعات خمسون ميلي لتر لمدة سبعة أيام وإذا لاحظنا إذا لاحظنا تحسن وشفاء الطائر نوقف العلاج لمدة سبعة أيام نقدم بعد العلاج البكتيريا النافعة وإذا لاحظنا عدم شفاء الطائر بالكامل نتوقف اليومين نعطي فيهما الفيتامينات والبكتيريا النافعة ثم نعيد العلاج لمدة خمسة أيام إلى سبعة أيام أخرى لا ننسى بعد العلاج تقديم منظف للكبد أي معالج ومنقي للكبد من السموم لإزالة هذه السموم الأدوي هناك الدواء البشري على زول وتركيبته هي ديمتري دازول يقدم بنفس جرعة فلاجيل والطريقة نفسها ونقدم البكتيريا النافعة ومنظف للكبد بعد العلاج هناك عدة أدوية بيطارية وهي مخصصة للحمام والطيور بصفة عامة تعالج هذا المرض نذكر على سبيل المثال هذه الأقراص ديفيندينج ميكس خمسة في واحد هي جيدة وفعالة لهذا المرض أيضا هذا المنتوج من شركة هولندية أيضا مخصصة للحمام ياروني خمسة عشر في المئة وهذا المنتوج أيضا منتوج للحمام والطيور جميعها لعدة أمراض أمراض تنفسية وتريكموناس ويسمى ريسبيراتوري أربعة بلوس هذا الدواء جيد جدا وهو تايلو دوك سبيسيال طابلت وهي حبوب ضد الأمراض التنفسية والكنكر الأورنيتوز الذي تحدثنا عنه في موضوع سابق هذا الدواء فعال جدا لهذه الأمراض ومعالج بإذن الله دواء تريكو بلوس المعروف من شركة فيرسلي لاغا البلجيكية هو جيد وفعال جدا ضد هذا المرض هو معروف عند المولوعين مولوع الحمام والطيور وخاصة الحمام لأن هذه العلاجات تكون بالنسبة كبيرة عند الحمام لأنه هو من يصاب بهذا المرض كثيرا لكن ينتقل للطيور الأخرى هذا الكيس هو فعال جيد جدا للأمراض أيضا هذا المرض وهو بيأس هذا الكيس فعال جدا أيضا ويعالج المرض هذه العلاجات أو الأدوية البيطرية المخصصة للطيور تجدونها عند محلات أصحاب بيع لوازم الطيور والمنتجات الخارجة التي تأتي من الخارج من دول أوروبية معروفة بالأدوية البيطرية للطيور إذن إخوتي نأتي إلى نهاية هذا الموضوع ندعوكم لزيارة القناة والاشتراك بها ليصلكم كل جديد إن شاء الله ضعوا إعجابا لدعم هذا الفيديو كشكر لنا على المجهودات التي نقوم بها لوضع هذه المواضيع لكم ونحن رهن إشارتكم شكرا لكم جميعا إلى فيديو قادم وموضوع قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة